السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا أبناء الطلاب في مراجعة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني التي يقدمها لكم قسم الرياضيات بمدرسة عبدالله بالرواحة درسنا اليوم عن استعمال النماذج لإيجاد ناتج الضرب إذن لدينا واحد على ثلاثة ضارب ثلاثة على ثمانية فنشاهد أن هنا لدينا كسر ضارب كسر نقوم أولا بمعاينة بسط الكسر الأول ألا وهو واحد ومن ثم نقوم برسم خط أفقي هنا قمنا برسم خط أفقي واحد نظرا إلى أن البسط كان مساويا لواحد بالمرور إلى الكسر الثاني ومعاينة بسط الكسر الثاني نلاحظ أن بسط الكسر الثاني هو ثلاثة فنقوم بالتالي برسم ثلاث خطوط عمودية فوق الثلاثة ومن ثم نقوم باستخدام النموذج الموضح هنا في الصورة للحصول على ناتج ضرب الكسرين إذن الخط الأحمر نقوم بنقله هنا إلى المربعات أو إلى النموذج الموجود وبالتالي نقوم بنقل الخطوط الزرقاء أيضا العمودية وتكون بالشكل التالي من ثم نقوم بعد عدد التقاطعات طبعا هنا نتحدث عن التقاطعات ما بين الخطوط الزرقاء الثلاثة وما بين القط الأحمر نشاهد هنا أن لدينا ثلاث تقاطعات وبالتالي نكتب ثلاثة في حاصل ناتج ضرب الكسرين أي بسورة أخرى نكتب الثلاثة في بسط الكسر الناتج وكخطوة أخيرة نقوم بعد جميع المربعات التي نملكها هنا في النموذج وبقيامنا بذلك نستكشف أو نجد أن عدد المربعات هو مساون لأربعة وعشرين وبالتالي نقوم بكتابة أربعة وعشرين في مقام الكسر الناتج إذن بضربي واحد على ثلاثة ضرب ثلاثة على ثمانية نتحصل على ناتج ألا وهو ثلاثة على أربعة وعشرين مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح